أسفرت عن تحليل أربع رهائن الآن نشاهد هذه الصور إذن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إذن تحديدا في مستشفى سوروكا حيث يقابل الأسرى الأربعة المفرجة عنهم إثرى عملية إسرائيلية قال الجيش الإسرائيلي أنها نفذت بوفق عملية استخباراتية دقيقة جدا بحسب ما تم إعلانه إذن كما نشاهد نتنياهو إذن في إحدى غرف المستشفى ويظهر وهو يصافح ويحتضن الأسرى وربما ذوي الأسرى أيضا من حوله أربع رهائن إذن بحسب ما تم الإعلان عنه كان قد تم الإفراج عنهم أو تحريرهم بالأحرى وذلك تحديدا في مخيم أنصرات وسط قطاع غزة قالت مصادر أمريكية وإسرائيلية إن الجانب الأمريكي قد شارك في هذه العملية وذلك بعد مصادقة كل من رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ووزير دفاعه يو آف جالانت إذن هي صور بحسب ما يصل إلينا للحظات الأولى للقاء الذي جمع رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو مع هؤلاء المختطفين الذين تم تحريرهم ترجمة نانسي قنقر